طيب هنروح لكرة اليد سيدات وعندي حاجة بس طبعا بعد الخبر اقولها لكم وثبتت بشكل كبير صحة وجهة نظرنا في امور كتير الاهلي اكتسح منوف بدوري عمومي سيدات اليد الفريق الاول لسيدات كرة اليد بندي الاهلي بقيادة مديره الفني كابتن يحي يوسف اكتسح فريق منوف الرياضي 449 في الجولة 13 في المجموعة الاولى لدوري العمومي الماتش كانت لعب انبارح على صالة شبيني كوم بالمنوفية الفريق متأجله ماتشين مع الترسانة اتحاد الشرطة كانوا متأجله بسبب الظروف الجوية السيئة فريقنا كسب كل ماتشاطه اللي فاتت مع مركز شباب شيشة الانعام ذهابوا عودة ترسانة اتحاد الشرطة منوف الرياضي هولوليدو 6 اكتوبر سموحة طيران فريقنا طبعا حامل لقب ومش محتاجة افكر حضراتكم كمان ان فريقنا ضمن طبعا او يعني بشكل كبير ضمن ان شاء الله التأهل للتلاتة الكبر انا عايز اقول لكم ان احنا لطالما قلنا مع كل اخبار السيدات او كرة اليد السيدات انه مفيش اي يعني مفيش اي استفادة لما فريق يلعب مع فريق ويكسبوا فرق 40 هدف مثلا او 50 هدف ده مفيش استفادة للفريقين على فكرة يعني لو النادي الاهلي بيلعب زي ماتش زي مع منوف كل الاحترام لفريق منوف بس 44-9 الفرق كبير لا منوف استفاد ورا النادي الاهلي استفاد واحنا قلنا الكلام ده في البرنامج الحقيقة التحدي او اللجنة المؤقتة اي دارة كورة اليد ده وتحق كورة اليد خد بعض القرارات كان من ضمنها بعض العقود ان يبقى فيه عقود لفريق السيدات وده امر جيد جدا ان نبتدى بقى ندخل عالم الاحتراف للسيدات عشان نلاقي فيهم منتخب قوي زي الرجال وايه واول نادي وعلى فكرة النادي الاهلي من قبل هذا هو اول نادي طبق العقود في النادي الاهلي يعني ما انتظرناش ده النادي الاهلي نطبق عقود لفريق السيدات وقود وموقعين بسنوات وبيتم التجديد معهم في الوقت اللي هم ده مش شرط ولكن اتحاد اليد ألزم الاندية انه لو ما وقعتش يعني انت عشان تسجل اللعبة في القيمة لازم تكون مسجلة ومعها عقد ومعها عقد فمعنى كده انه بيطبق الاحتراف طيب كل ده تمام ايه اللي انا عايز اضيفه بقى لحضراتكم اللي اثبت صحة وجهة نظرنا ان الاتحاد من السنة الجاي هيقسم الدوري مجموعتين على حسب طبعا المستويات تبقى فيه تسع فرق وتسع فرق على ما تذكر او تمانية وتمانية وهيبقى المنافسة اقل واشرص وهو ده اللي قلناه يعني الحمد لله احنا هنا في بنامج الابطال عشان بنتابع الامور بكثب عن قرب وعن كثب فاحنا عارفين كويس قوي الانتباعات او ايه الكويس وايه اللي ممكن يبقى مفيد للمنتخبات لان احنا هنا كل هدفنا مصلحة المنتخب ومصلحة نادي الاهل انما احنا بنتكلم ان ده مفيش فيه مصلحة ان انا اكسب فرق فرق اربعين هدف انما لو منوف لعبت مثلا فريق زي مركز شباب ششتر انا عام هنا هيبقى فيه استفادة ممكن الماتش يطلع خمسة وعشرين تاتة وعشرين هنلاقي من الفرق دي لعبات بيثقلوا نتيجة المباراة الجامدة دي وممكن ينتقل للاندية الاكبر هو ده الاستفادة احنا بنحيي اللجنة المؤقتة للاتحاد كرة اليد على قرارهم العقود وان هم هيقسموا الدولي من سنة جاية مجموعتين بنهنيهم على هذا القرار ونشكرهم لان ده اكيد بيصب في الاخر في مصلحة المنتخب واحنا حاسين احنا حاسين وانا عندي اخبار الحقيقة ما برداش اسبق لما عندي اخبار ان فيه تأسيس المنتخب كرة اليد سيدات هيبقى محترم وهيبقى جهاز محترم وهيبقى الامور هتمشي يعني هيحاولوا يعملوا نواة ان يوصلوا منتخب السيدات زي منتخب الرجال ودي حاجة كويسة ومقدرة جدا جدا كأول مجلس ادارة ييجي ياخد اجراءات حقيقية لتنفيذ ده